الحمد لله رب العالمين الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إنك حميد مجيد أما بعد فيستمر حديثنا معكم عن مراعاته صلى الله عليه وسلم للفروق الفردية وكيف نستقي من سيرته العبر في التعامل مع أبنائنا مع إخواننا مع أصحابنا مع أهلنا وأخذنا كيف أنه صلى الله عليه وسلم تعامل مع الأعرابي وكيف أنه صلى الله عليه وسلم تعامل مع معاذ بن جبل ونستمر في ذلك في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد هذا أسامة بن زيد كان يسمى حب رسول الله وابن حب رسول الله كأنه ابنه صلى الله عليه وسلم أسامة في حرب مع الكفار وكان رجلا قويا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه فبدأ يقتل الكفار أحد هؤلاء الكفار هرب منه صلى الله عليه وسلم فتبعه هرب من أسامة رضي الله تعالى عنه فتبعه أسامة فقال أسامة بن زيد لما وصل إلى الرجل قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله بعد أن تمكن منه أسامة فقتله أسامة لماذا؟ لأن هذا الرجل قالها خوفا من الموت بعد أن انتهت المعركة وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فنادى أسامة بن زيد فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال أسامة والله يا رسول الله ما قالها إلا تعوذك قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا فأعادها ثالثة صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أين تذهب بلا إله إلا الله يوم القيامة قال أسامة فوددت أني لم أسلم إلا بعد ذلك من كثر الضيق الذي وجده في نفسه لتجديد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لماذا شدد عليه صلى الله عليه وسلم لأنك حب رسول الله قريب منه تعلمت منه أنت رجل ذو قدر عندي فإذا أخطأت يكون التعامل معك شديدا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدرسة في مراعاة هذه الفروق الفردي يجب علينا أن ننزل الناس منازلها الرجل صاحب القدر صاحب العقل صاحب الحكمة إذا أخطأ نتعامل معه تعاملا راقيا ونشدد عليه لماذا؟ لأنه صاحب حكمة صاحب قدر أما هناك من الناس من يكون قليل العلم سفيها أو ما شابه ذلك من الأمور فتراعيه وتنزله منزلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب حينما تبسم وقال أعطوهم مال الله انتهت هذه المشكلة لماذا؟ لأن هذا شيء وهذا شيء آخر النبي الكريم في جميع أمره أيها الإخوة يراعي مثل هذه الأمور ولعلنا أيها الإخوة بعد الفاصل نضرب أمثلة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه أجاب إجابات لنفس السؤال خذ هذه صلى الله عليه وسلم سئلة من رجل قال يا رسول الله أوصني قال النبي الكريم لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب نفس الوصية أتاه رجل آخر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ماذا قال له النبي الكريم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نفس السؤال أتاه آخر قال قل آمنت بالله ثم استقل النبي الكريم نظر إلى كل شخص من هؤلاء الثلاثة فأجابه بجواب ينقص هذا الرجل لما رأاه عصبي قال لا تغضب لما رأاه قليل من ذكر الله قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهكذا فهذا هو درس فيه لب وجوهر مراعاة الفرق الفردية ولعلنا نضر مثالا أعمق بعد الفاصل أيها الإخوة كونوا معنا فاصل ثم نواصل الحمد لله الحمد لله في الأمثلة السابقة ضربنا أمثلة واضحة لمرعاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تراها رأي العين في مراعاة الفرق الفردية أما الآن فسنضرب مثالين بعد التأمل في سيرة النبي الكريم تراها بارزة واضحة ولكن تحتاج إلى قليل من التأمل الوليد بن المغيرة هو من عظماء قريش حتى أن الكفار كانوا يقولون لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم القريتين هي مكة والطائف والعظماء هو عروة بن مسعود والوليد بن المغيرة فكان قريش يقولون لو كان القرآن حق يقولون هم الكفار لنزل على الوليد بن المغيرة هو من عظمائهم كيف ينزل على محمد خابوا وخسروا فالنبي يعرف عقل الوليد بن المغيرة فلما أتى إليه الوليد بن المغيرة وقال يا محمد سفهت آلهتنا سفهت أجدادنا سفهت أحلامنا فيا محمد لماذا لا ترجع عن دينك إذا أردت النساء أعطيناك خير نسائنا إذا أردت المال جعلناك أغنان إذا أردت السيادة جعلناك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رد على الوليد بن المغيرة وهو يعرف عقله ويعرف أن الوليد يعرف الحق قال أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال إذن اسمع مني فقرأ عليه سورة فصلت فقط قرأ عليه السورة ثم قال هذا ما عندي رجع الوليد إلى قومه وقال ما قاله بأن هذا الأمر ليس بالسحر وليس بالكهانة وليس بالشعر ولكن أبا أن يسلم هذا تعامله مع الوليد بن المغيرة انظر إلى تعامله مع العاص بن وعال ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتناقش معه في مثل ما تناقش مع الوليد ثم قال أيها العاص قال نعم قال كم آلهة تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال فإذا حزمك الأمر إلى من تلتجئ قال إلى الذي في السماء قال إذن فاطرح الستة يعني أنت الآن تعبد سبعة وإذا حزمك أمر تذهب إلى واحد منهم لماذا تعبد الستة الباقي العاص بن وعال قال نعم صحيح فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تعامله صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلها مثال أخير لعلنا نختم به انظر كيف صلى الله عليه وسلم يراعي الحروق الفردية حذيف بن اليمان أبوه توفي في معركة أو في غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة قتلها المسلمون خطأا لما اختلط الحابل من نابل في الحادثة المشهورة التي تعرفونها لما نزل الرمات من جبل الرمات فقتل المسلمون أبو حذيفة اليمان خطأا فما يزال يقول عروة ابن الزبير ما يزال حذيفة ابن اليمان مهتما بحادثة قتل أبي هذا هم حتى أتت الخندق في السنة الخامسة الهجرة سنتان ففي يوم شديد الظلمة والبرد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إلى المشركين محطة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف خبره المشركين فاختار النبي حذيفة بن اليمان لماذا لأنه يعرف أن حذيفة بن اليمان يفكر تفكير استخباراتي صار له سنتين لماذا كيف قتل المسلمون أباه خطأ فاختاره صلى الله عليه وسلم فذهب حذيفة بن اليمان في هذه الحادثة العظيمة وكان خير رسول النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا استخباراتي من الطراز الأول ولعل الوقت دهمنا أيها الإخوة ولكن اقرأوا سيرة النبي الكريم في مراعاة الفروق الفردية وراعوا من حولكم فلكل قدره ولكل منزلته ولكل همه فكونوا مراعين لهم والتمسوا بماذا يتميز أبنائكم بماذا يتميز إخوانكم أصحابكم طلابكم وادعموا ذلك وبماذا هم يجدون الصعوبات فلا تشددوا عليهم أسأل الله العظيم بأسمائه الحسن وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القولة فيتبعون أحسنه هذا ما تيسر والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة